كثيرات هن المهاجرات نحو أوروبا اللواتية تعرضن لأشكال مختلفة من العنف أكان جسدياً أو لفظياً ليبيا التي أصبحت منذ عام 2014 نقطة عبور نحو أوروبا هي في الواقع بلد العنف والتعذيب والخطف بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين وبالأخص النساء عائشة واحدة من تلك الضحايا التي احتجزت في ليبيا بعد أن فرت من حياة عائلية صعبة في غينيا عام 2019 والتي كانت أيقنت أنها هربت من كابوس نحو الجحيم غادرت بسبب وضعي كنت متزوجة وغالباً ما أجهدت خمس مرات على الأقل لذلك بدأ أهل زوجي يسيئون إلي فتواصلت مع صديقة كانت في ليبيا وطلبت منها المساعدة فساعدتني وأخبرتني عن إجراءات الوصول إلى ليبيا عائشة تقول إنها فور وصولها تم سجنها داخل غرفة وكأنها عبدة لثلاثة أشهر في ظل اعتداءات متكررة إلى أن أنقذها رجل ليبي ليضعها في حافلة متجهة إلى جنوب تونس وها هي اليوم تحاول إعادة ترميم حياتها من خلال دراسة المعلوماتية وإنجابها لطفلة نهاية العام الماضي عائشة ليست المهاجرة الوحيدة التي لا يزال حلمها بالهجرة إلى أوروبا معلقاً واستإقرار من قبل الأمم المتحدة بوجود فساد مستشر في الأراضي الليبية ينتشر فيها العنف والاعتداءات الجنسية ولا يستثني حتى الأطفال بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان رشخيات الحدث